ولغرض توضيح ما يتعلق بدفتر يومية المقبوضات النقدية والمدفوعات النقدية وفقا للطريقة الفرنسية يمكن ذلك من خلال المثال التالي كانت الأرصد الافتتاحية في 1.1.2009 لإحدى المنشآت التجارية كالآتي مليونين ريال نقدية في الصندوق نقدية في البنك مليون وخمسمائة ألف ريال المدينون ومقسمة وفق التالي سبعمائة ألف ريال محلات الخير ثمانمائة ألف ريال شركة السلام ثم سبع ملايين ريال رئيس المال مليون ريال دائنون لمؤسسة الإخلاص وفيما يلي بعض العمليات التي تمت خلال الشهر في أربعة واحد تم شراء بضاعة بمبلغ مليونين وخمسمائة ألف ريال تم تسديد خمسمائة ألف ريال نقدا والباقي بشيك وهذه هي عملية دفع في سبعة واحد تم تسديد نصف المستحق لمؤسسة الإخلاص بشيك وهذه أيضا هي عملية دفع في أربعة واحد تم بيع بضاعة نقدا بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وهنا عملية قبض في أربعة واحد تم سحب مبلغ مليونين ريال من الصندوق وإداحة في البنك وهذه مرتبطة بعملية قبض في ثمنتعش واحد تم تحصيل المبلغ المستحق على شركة السلام بموجب نقد بعد منحها خصم نقدي قدره خمسين ألف ريال وهذه طبعا عملية قبض العملية الأخرى في واحد وعشرين واحد تم شراء بضاعة بمبلغ ثمانمائة ألف ريال دفعت نقدا وهذه عملية دفع العملية الأخرى في ثنين وعشرين واحد أعادت المنشئة بضاعة بمبلغ ميت ألف ريال من مشتريات اليوم السابق وقبضت القيمة نقدا وهنا أيضا عملية قبض في خمسة وعشرين واحد تم شراء سيارة بمبلغ ثلاث ملايين ريال دفعت بشيك والعملية تشير إلى وجود عملية دفع في ثلاثين واحد تم تسديد المبالغ التالية نقدا وهنا عملية دفع وهي إيجارات بمبلغ خمسين ألف ريال ومرتبات بمبلغ ثلاثمائة ألف ريال والمطلوب واحد تسجيل العمليات السابقة في دفتر اليومية المساعدة لكل من المقبضات النقدية والمدفوعات النقدية اثنين الترحيل إلى الحسابات اللازمة في دفتر أستاذ مساعد المدينين ودفتر أستاذ مساعد الدائنين ثلاثة تسجيل العمليات اللازمة في دفتر اليومية العامة وأخيرا الترحيل إلى الحسابات التالية في دفتر الأستاذ العام مع ترصيدها وهي حساب النقدية في الصندوق وحساب النقدية في البنك لاحظ عزيزي الدارس نبدأ بتصوير دفتر يومية المقبوضات النقدية واللي يضمن جانب مدين وجانب داين وجانب المدين يضمن الحقول حقل التاريخ ورقم القيد ورقم صفحة الأستاذ والخصم المسموح به والبنك والصندوق وثم البيان ثم الجانب الداني يضمن المبيعات والمدينون وأوراق القبض وحسابات متنوعة نبدأ الآن بالعملية الأولى والتي وضعت أسفل الدفتر لغرض إضاح الأمر حيث في 12 واحد تم بيع بضاعة نقدا بمبلغ مليون وخمسمائة ألف ريال وهنا لابد أن نشير إذا كانت العملية وفقا للطريقة العادية فسيكون القيد من حساب الصندوق إلى حساب المبيعات ولكون أن العملية تسجل في دفتر يومية المقبوضات النقدية فسوف نحجب طرف الصندوق من القيد ويبقى لدينا الطرف الآخر إلى حساب المبيعات ونضع المبلغ في حقل الصندوق وكذلك في حقل المبيعات أما العملية الأخرى في 14 واحد تم سحب مبلغ مليونين ريال من الصندوق ويداحة في البنك وهنا القيد سيكون لدينا من حساب البنك إلى حساب الصندوق وبالتالي سيظهر في حقل البيان إلى حساب الصندوق وسيخصص في حقل البنك مليونين ريال في حين يخصص في المتنوعة وهو ما يتعلق بالصندوق بذات المبلغ مليونين ريال العملية الأخرى وهي في 18 واحد تم تحصيل المبلغ المستحق على شركة السلام بنقد وبعد أن تم منحها خصم نقدي مقدارة 50 ألف ريال هنا سيكون القيد مشيرا إلى جانبين في الطرف المدين من مذكورين حساب خصم مسموح به 50 ألف وحساب الصندوق المبلغ المتبقي 750 إلى حساب المدينيين شركة السلام والمبلغ يظهر في حقل المدينيين بالطرف الدائن بإجمال المبلغ 800 ألف ريال أما العملية الأخرى فهي ترتبط بعملية إعادة المنشئة لبضاعة بمبلغ 100 ألف ريال عن مشتريات أي مردودات المشتريات وتم قبض القيمة نقدا والقيد سيكون من حساب الصندوق إلى حساب مردودات المشتريات ويظهر هنا في الصندوق 100 ألف ريال بينما في حقل البيان سيكون إلى حساب مردودات المشتريات وفي المتنوعة والمتعلق بحساب مردودات المشتريات 100 ألف ريال ثم الصورة المتعلقة بدفتر يومية المقبضات النقدية تشير إلى ما يتعلق بالإجمالي خصم مسموح به 50 ألف مليونيين للبنك مليونيين و350 للصندوق في حين يكون الطرف الداعي مليون وخمسمية للمبيعات وثمانمية للمدينيين ومليونيين يومية وبذلك فإن الطرف الجانب المدين سوف يساوي الجانب الداعي أما بخصوص دفتر يومية المدفوعات النقدية فقد تم وضع العمليات التي من خلالها جرى دفع نقدية والتي يعطي الضمن المثال حيث يظهر أمامك مخطط يشير إلى دفتر يومية المدفوعات النقدية سنبدأ بالعملية الأولى في أربعة واحد تم شراء بضاعة بمبلغ مليونيين وخمسمية ألف ريال تم تزديد خمسمية ألف ريال نقدا والباقي بشيك لاحظ عزيزي الدارس القيد وفق الطريقة العادية يكون بالشكل الآتي من حساب المشتريات إلى مذكورين حساب الصندوق وحساب البنك ولأننا نسجل العملية في دفتر يومية المدفوعات النقدية فسوف يتم حجب الطرف الداعي من القيد والاكتفاء بإثبات الطرف الآخر في حقل البيان وهذا الأمر سوف ينعكس على بقية العمليات الأخرى وسوف يدرج المبلغ مليونين وخمسمية في حقل المشتريات في حين يكون خمسمية ألف صندوق كون العملية قد دفع نقدا منها خمسمية ألف ريال والمتبقي يكون بشيك أما العملية الأخرى تم تزديد نصف المستحق لمؤسسة الإخلاص بشيك وهنا مؤسسة الإخلاص مترتب دين بذمتنا قدره مليون ريال تم سداد خمسمية ألف ريال منه بشيك فيظهر في الجانب الدائن خمسمية ألف ريال ويكون في حقل البيان من حساب الدائنين ويكون في الجانب المدين من الدفتر خمسمية ألف ريال في حقل الدائنين أما بخصوص العملية الأخرى في 21.1 تم شراء بضاعة بمبلغ ثمانمية ألف ريال دفعة نقدا وهنا القيد من حساب المشتريات إلى حساب الصندوق ويحجب ما يتعلق بالصندوق في القيد فيظهر في حقل البيان كما أشرنا سلفا من حساب المشتريات في جانب المشتريات في الحقل يخصص ثمانمية وفي الصندوق الذي دفع المبلغ يخصص ثمانمية ألف ريال أما العملية بتاريخ 25.1 تم شراء سيارة بمبلغ ثلاث ملايين ريال دفعت بشيك فيكون القيد من حساب السيارة في حقل البيان وبالتالي في المتنوعة سوف يظهر ثلاث ملايين قيمة السيارة بينما في حقل البنك سوف يؤشر ثلاث ملايين ريال إذ أن العملية تمت بشيك أما العملية الأخيرة فهناك حالتين الحالة الأولى تتعلق بدفع إيجار بمبلغ خمسين ألف ومرتبات بمبلغ ثلاثمائة ألف إذ يتم فصل العملية يذكر في حقل البيان من حساب الإيجار بجانب المصروفات خمسين ألف ريال وإن العملية قد دفعت نقدا بخمسين ألف ريال أيضا وكذلك أيضا فيما يتعلق بحساب المرتبات فيظهر في حقل البيان من حساب المرتبات في جانب المصروفات يخصص ثلاثمائة ألف ريال وفي جانب الصندوق كون أن العملية ثم تجمع في جانب الإجمالي الحسابات إذ يظهر في المتنوع على ثلاث ملايين والمصروفات ثلاثمائة وخمسين ألف بينما في الداعنين خمسمائة ألف والمشتريات ثلاثمائة وثلاثمائة بينما يكون الجانب الداعن مليون وستمائة وخمسين وبالنسبة للصندوق وبالنسبة للبنك خمس ملايين وخمسمائة وهنا لا بد أن يكون الجانب المدين مساويا للجانب الداعن الخطوة التالية هو تصوير دفاتر الأستاذ المساعدة بالنسبة إلى دفتر أستاذ مساعد المدينين وهنا يظهر لدينا حساب محلات الخير إذ يذكر في جانب المدين منها 700 إلى مذكورين ويكون هو الرصيد المرحل بذات المبلغ وهناك أيضا فيما يتعلق بدفتر أستاذ مساعد المدينين هي حساب شركة السلام إذ تم وضع مبلغ 800 ألف ريال في جانب المدين منها إلى مذكورين بينما الخمسين ألف يتعلق بالخصم المسموح به الذي منح إلى شركة السلام ومبلغ السبعمائة وخمسين هو من حساب الصندوق وبالتالي فقد تم تزديد كامل الدين المترتب بذمة حساب شركة السلام أما بخصوص دفتر أستاذ مساعد الدائنين فهو فقط يختصر على حساب مؤسسة الإخلاص إذ يتضمن مبلغ مليون ريال من مذكورين وهو الدين المترتب بذمتنا لصالح هذه المؤسسة وقد تم سداد مبلغ 500 ألف ريال بشيك والمتبقي فقط لصالح المؤسسة مبلغ 500 ألف ريال وهو رصيد مرحل أما بخصوص دفتر اليومية العامة فسوف تسجل فيه القيود التالية أولا القيد الافتتاحي إذ يشير إلى القيد التالي من مذكورين حساب النقدية في البنك وحساب النقدية في الصندوق وحساب إجمال المدينين إلى مذكورين حساب إجمال الدائنين وحساب رأس المال وهذه قد أعطيت من خلال المثال ثم فيما يتعلق بدفتر يومية المقبوضات النقدية فيكون القيد من مذكورين حساب خصم مسموح به حساب النقدية في البنك حساب النقدية في الصندوق إلى مذكورين حساب المبيعات حساب إجمال المدينين حساب النقدية في الصندوق وحساب مردودات المشتريات وهذا يمثل قيد إثبات مجموع يومية المقبوضات النقدية خلال الشهر أما القيد الآخر فيشير إلى من مذكورين حساب المشتريات وحساب إجمال الدائنين وحساب المصروفات وحساب السيارات إلى مذكورين حساب النقدية في الصندوق وحساب النقدية في البنك وهذا يمثل القيد بإثبات مجموع يومية المدفوعات النقدية خلال الشهر أما بخصوص المطلوب الأخير فهو التصوير أو هو الترحيل إلى دفتر الأستاذ العام وكان المطلوب هو حساب النقدية في الصندوق وكذلك حساب النقدية في البنك إذ يتضمن حساب النقدية في الصندوق كل العمليات التي تأثرت بها النقدية في الصندوق فيشير إلى جعل هذا الحساب مدينة بمقدار مليونين ريال إلى مذكورين وكذلك أيضا مليونين و350 إلى مذكورين وهذا ما نتج من خلال دفتر يومية المقبوضات النقدية وكذلك أيضا فيما يتعلق بالمليونين ريال من مذكورين في الجانب الدائن منه ومليون و650 ريال وهذا ما ظهر من جراء دفتر يومية المدفوعات النقدية وبذلك يكون الرصيد المرحل بمقدار 700 ألف ريال الخاص بالنقدية في الصندوق أما الحساب الآخر فهو حساب النقدية في البنك إذ يتضمن الجانب المدين منه ما ظهر من خلال دفتر يومية المقبوضات النقدية إذ يظهر بمقدار 4 ملايين و500 ألف ريال إلى مذكورين في حين يكون الجانب الدائن وهو ما يتعلق بدفتر يومية المدفوعات النقدية بمقدار 5 ملايين و500 ألف ريال من مذكورين وبالتالي يظهر الرصيد المرحل بمبلغ مليون ريال